اشتركوا في القناة 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 وغهاز الخدمة وطنية المتمثل في شركة سيرو بيدخ 24 تريلا يوميا على مدار اليوم من القهرة الأصوات وعلى أعلى يعني نفس الجودة بتاعت الدقيق اللي تيوي سغير هو هو اللي موجود في الشركات الأخرى نفس الدقيق هو نفس الدقيق ونفس الجودة لكن الحمد لله الكوات المسلحة والمتمثلة في شركة سيرو بتوفر هذه الأصناف بهذه النوعيات طيب ده كلام جميل جدا نقول بقى أهل الرمضان اللي بنعرض فيه اللي ايه لأصعار بقى الأول عندنا سكر الحر 14 روس الروس ده عريض الحب ب14 روس عندنا زيت عشان بقى سيرو بالتوين ما يبقاش فيه تلاعب واسيب الناس البطاقة التوينية لها حاجتها تم طرح زيت التوين ب35 جنيه الثانية بتبتلي ثم مية اه أنا كشركة نيل ما عندهاش مخزن طول سنة السلعة الحيوية اللي هو اللي يبيش والحاجات دي ما عرفش أخزنه لازم يجيب الحاجة طازة يعني سنة بسنة لكن للتجار التانية بقى فيه ناس بتشيل السنة الجاية وهو وهو الكلام ده كله احنا عندنا جودة يومية طب تغفضات في السهل من 20-30 في مية على السلو الخريكة اللي هو استحالة هنزل على 20 في المية طب بييجي طب كلمة 20-30 بتيجي ازاي هناك إدارة في الشرق القبضة تابعة وزارة التوين اسمها إدارة التعاقدات المركزية وهناك قدر التسعير تابعة للشرق القبضة اسمها قدر التسعير وهذا بالإدارة السلسة والأهم الرقابة والتفتيش حلو كوني بوصل من المستهلك من المستهلك للمستهلك مباشرة هو ده اللي بيأدلالي بقى مفيش تاجر جملة مفيش تاجر تجزئة مفيش عاومة الكل ده في الوسط بياخد هاي مشكلة احنا شركة خدمية احنا باخد مرتب من شركتي وباخد مرتب من جلال التنوية فمفيش حاجة اسمها المكسب المكسب بحطوش رجيبي قالك المكسب ينعكس على المواطن هو ده الفرق العشين في المية والتاتين في المية على سوق الخريج فأنا من المنتج للمستهلك قللت بقى حلقة التواصل مفيش تاجر جملة مفيش تاجر تجزئة مفيش مفيش كله من المستهلك للمنتج المستهلك طب أنا أروح ألاقي أيها مثلا عايز أروح ألاقي لحمة ألاقي فراخ ألاقي زيت ألاقي رز سكر مكارونا منتجات ألبان إذا موجود أو ألبان ومنتجاتها من أجبان وخلافه وطبعا زي ما حياتك قلت كده حاجة رمضان كل ده ألاقي في أهلنا رمضان كل ده موجود في المجمع المجمع مليا لكل الساعة الأساسية أهل رمضان بقى كافة لازم أنا أستقطب المستهلك اللي بيروح الهايبر ويروح للملاكز الخارجية لازم أجيبه عندي في الملاكز المتخصصة بتاعت شركة لي مواسع لك إيه لا بطريقة أو بأخرى أعرض له كل حاجة اللي هو محتاجها اليابيش ما أنا جايب الكاجو وجايب البلح جايب الزبيب وجايب أمر الدي لازم أوصل للمستهلك زي ما هو عايز بعرض لكافة طوقف الشعب بأسعار متفوتة بقى من العشرين ذا ديف مية على السوق الخارجي كاجو في الجمعية عندنا كاجو في الجمعية كل سنوح أكترين وسعره أكيد بقى أقل برضو من السوق ولا بيعتبر أن ده سلعة برضو رفعية أقل من السوق بكتير لازم العشرين متهديفي لأني أقول لك إحنا جايبينه عايز أقول لك ده سعر التكلفة بتاعه مفيش حاجة اسمها سعر وكانت تعليمات للصدر خلال الـ 13 مفاته مفيش حاجة اسمها مش ربحة أو لازم سعر التكلفة وإحنا كده كده نحن نشعلكه عرضه أمر الدين موجود 40 جريه و45 جريه أصناف ولازم أجيب حاجة على جودة ولازم أجيب حاجة يعني على مستوى فموجود بكافة الأصعب طيب كويس رحياتك ذكرت كنت في البداية خالص قلت ما ينفعش يتيجي الناس تقول لك آه ده الفرخة 65 ده هتلاقي مش عارف جودتها مش قد كده ده أصل صلاحيتها الرابط تخلص ده أصل إليه الشائعات المنتج معادل رئيس الوزراء تم اعتماد في أول الشهر ده 250 ألف وطول ده على مدار السنة دول ما بيجوش مرة واحدة طبعا أنا لازم أحافظ على الصلاحية لازم أحافظ على الجودة عند مش معنى أن أنا دخط هولولة الفراخة المجمدة موجودة بـ 65 في المجمع كان سعر الدواجة الحية لغاية دلوقتي في السم الحمد لله نزل دلوقتي 78 و 68 زي ما عملنا في طبق البيض المكان وصل برضو تدخل الدولة وجبنا وضبط الزراعة وإحنا جبنا من المنتج مباشرة من المزرعة تم تخفيضه في السوق المحل يعني أنا لو رحت نيل مجمعات الاستهلاكية أو أهلا رمضان وما إلى ذلك ألاقي طبق البيض بكام؟ عندنا طبق البيض البيض بـ 100 جنيه بـ 100 عندنا دواجل بـ 25 و 25 عندنا الدواجل المجمدة بـ 65 جنيه بره 90 جنيه 65 جنيه ليه وزنك أنا غلس أنا عالي لا كيلو فانت كيلو ألف جرام كيلو مية بقى كيلو مية بسي 71 جنيه الكيلو ميتين نضرب 65 في التدريج بتاعها يديك سعر الدجالي ولازم يكون فيها صراحية ممتدة طبعا لأن أنا عندي صراحيات في التلاجات الخاصة فيها خمسة شهور ولا بد من وجود الأرصيدة اللي مؤمنها داخل الدولة لخلال العاية ما جبتهاش عشان خطر ارتفاع الأسعار السوق المحلي لا دا أنا عندي أرصيدة ما جبتهاش مخصوص أستوى بعد الأقويل قالك احنا جيبنا دواجل عشان نحلي الأزمة لا 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 أنا بالفعل عندي الأرصيدة التالي والتونس سنة مؤمن في الشركة بصير الدواجل اللحوم والدواجل اتبع الشركة القبضة وأنا عندي افتلاجات خاصة شركاتي في افتلاجة السلام طب حلو قوي طب في لحمة اللحوم المعروض موجود وبكسر لكن لما يكون الاستلاك أكثر من المعروض يا حسسك اللي فيه أسم لكن أنا معرض كل يوم ميدي بيه حب تتدمي ضخها يوميا على شركة النيل لوحدها هذا بخلاف ما يتم يضخه في الشركة المصرية للحوم والشركة المصرية تقربته الجملة وشركة اسكندرين مجمعية أنا بستلم زي زي اسكندرين مجمعية اللحمة عندنا بيه 65 جليه وفيه إجبال شديد من المواطن عليه بس هو الكسافة الكسافة في الشراء والإجبال عليها يحسس ثم فيه طبول يحسسك أنه فيه أزم يعني حداك لو عملت الزيارة الأرض المعارض في بديه نص إجبال ملوش أول من الآخر شفتها وستة أكتوبر الطلبية يعني الحمد لله فيه إجبال شديد والإجبال ده ليه بقى أولاً التخفيض الأسعار ثقة المواطن فيما يتم عرضه داخل المجرسة الليكية فالحمد لله فيه أمان دلوقتي لشركة النيل ووزارة التمويل والشركة القبضة صحيحة غزائية طب ده كلام جميل جداً أنا عايز أستأذن هنطلع فاصل نرجع بعد الفاصل هنكمل الكلام ولو خدتوا بالكم وإحنا بنتكلم مع أستاذ محمد أبو مندور فكان فيه لقطات مصورة وفيديوهات وما إلى ذلك من داخل المعارض استنونا بعد الفاصل نكمل الكلام أنا فاكر زمان كانت كنت تتلاقي خراف حية يعني زمان وكننا معروضه ولغاية دلوقتي بلغاية خراف حية يومية بلدي لا والله نسى أغرف المجمع للغاية بأعرض طب حلو وبيبقى بردو سعرها أقل من بقية السوق لازم تكون أقل بالسوق لازم طالما عندي فانيل يبقى لازم لازم أولا أنا باخد اللي ما حدش ياخده في السوق يعني السوق هيروح يشتري خمسة ستة أنا بجبت بين ربعمائة وخصوات يستموت راس كل دا بيناحكس على السعر دا دا لما هنوع بقى ونتكلم بمناسبة عيد الأطحى بإذن الله شرف لي أصلا كنت بكلم مع محمد بي لسه ما فيش أنا فاكر زمان كانت المجمعات بتنزل ختمين كان اسمها مارين وأظمنا كانت مارين فأي دا كان جميل جدا وكان سعره كان استرالي صح طب بي حاجة لطيفة طب عايزة أرجع مرة تانية على النيل للمجمعات وفي نفس الوقت أهلا رمضان أنا دايما بقلق من هجوم التجار على المعارض والدللات والدللين ويبعثوا عيالهم وأحفادهم وجرانهم وجران الجران وما إلى ذلك بماذا تنصح محمد بي معالي دولة رئيس الوزر هو لنصح الشعب المصري في لقاءه في أرض المعارض قالوهم اطمئنوا الأرصدة موجودة ما فيش داعي للتزاحم وما فيش داعي للتكادو على الشراء فيه أرصدة مطمئنة في كافة الشركات وفيه أرصدة مطمئنة في كافة المجمعات فأنا بضم بسلطة بسلطة لمعالي رئيس الوزر والحمد لله عندنا أرصدة أرصدة كافية ما فيش ما يقل أبدا يوم بيوم في أسبوع بأسبوع الأرصدة مطمئنة من زيت لسكر للرز للسامنات بكافة أنواح زكاة محلية أو تبع القطاعات العام أو القطاع الخاص كله موجود في المجمعات وعندي أرصدة كافية لمدة ثلاث شهور داخلية هذا بإضافة إلى الرصيد الدولة المؤمن في شركات التوين والشركة القبضة عندنا شركات خاصة بالشركة القبضة الغزائية إذا كانت من المضارب لوجود الرز بكميات إذا كانت المكارونات شركات المكارونات موجودة بكميات الدقيق موجودة على أهل مستوى كل السلع موجودة الدولة مأمنة نفسها الغاز ستوش قد طب أنا لفت نظري مصطلح كده حضرتك استخدمته في أكتر من حاجة المكارونات أنواع الرز الزيوت ده معناه إن أنا في عندي أكتر من نوع وأكتر من مركة وأكتر من شركة طبعا بتين حط المنتج بتاعها طبعا فيه سبع شركات فيه خمس شركات تابعة لشركة القبضة الصعادة الغزائية بالنسبة للزيوت كلها أكتر عامة مفيش مذاعي إلي أنا ما قلش عندنا شركة نيول الزيوت زيت اسمه مرمر عندنا شركة طنطة للزيوت زيتنا عندنا شركة أبو الهول أبو الهول عندنا زيوت المستخلصة سبع خمس شركات كلهم بتنافسه منهم أقطاع عام بس بتنافسه لخروج أجوة الأنواع لصالح المستهلك اسكندرية للزيوت اسكندرية للزيوت دي واحدة من أهم القلاع دي زيت كوكي فالحمد لله التنافس حتى من القطاع العام كله لصالح المستهلك حلو يعني أنا كمستهلك أقدر أخش جوه النيل أو أخش جوه أهلاً رمضان ألاقي أكتر من مركة لا أي منتج طبعا حتى الرز موجودة على أهلاً مستوى دا عندنا خمش مضارب للروز كلها قطع عام مضارب البحيرة مضارب الداخلية مضارب الشرقية مضارب الغربية كل دي التنافس في القطاع العام شيء مسمر واللي مستفيد مين مستهلك لأي أنا بقدم له جودة وسعر منافس جودة وسعر منافس واسمه تجاري بقى للشرك مضارب الغربية لأ دا النهاردة كان الرز بتاعي الكيس بتاعي الليمونيش أنا الكيس بتاعي فكل دا بينعكس الصلاح المستهلك إحنا كلها شركات تابعة الشركة القمضة والشركة بتاعي أحدى أزرعوا كوزرط التموين فالحمد لله كله بينعكس على المواطن وعلى المستهلك طيب في بالي برضو تساؤل إنه لما ألاقي إن الدولة بتقوم بدا وبتوفر لي كل السلع بأقل سعر ممكن الوصول إليه وفي نفس الوقت بقدي بدائل يعني عندي 3-4-5-6-7-7 أقدر أقول إنه بيخلق لي كمان شكل أشكال التوازن السعري يعني خلي التاجر محل البقالة السوبر ماركت الهايبرات الكبيرة تهدى هي كمان في أسعارها ده تنافس بينه من السوق الخارجي ده بيخلي بتبقى أحد الشركات الماكرونات الليالي العالية أما يلاقي في ماكرونة سيلفانا وماكرونة خطيرة وماكرونة ماكرونة تتابعة لوزارة التموين وبتعرض منتجاتها ب6 جنيه إنت في السوق الخارجي بتعبونه ب10 جنيه وهو هو الدقيق لازم يكون في تنافس أي سرعة بيزيد سعرها عن السعر المعتاد بتدخل الدولة لازم السعر ينزل ده حصل معنا مشكلة في البيض والحمد لله تم نزله ونزله حصل مشكلة في الدواجن اللحوم لقد دلوقت المياه 65 ده مقابل كان في السوق الخارجي مش عايز أقول لك 150 جنيه 300 جنيه مش أصدقني عوما 250 و50 و60 الحمد لله و300 اللحوم موجودة وبكميات بس الإجبال عليها بشديد يحسسك إن فيه أزم لكن ما يتم عرضه يوميا بكافي وزيادة بس هو ارتفاع السوق الخارجي هو ده اللي بيخلي فيه أمان وفيه إجبال من المستهلك للتواجد من مجمعات الاستلاقية طب أنا خش مثلا مجمعات النيل وبعدين عجبني جدا أن حضرتك مش بس بتتكلم عن نيل تقولي كل مجمعات الشركة القبضة فده بحد ذاته شيء رائع جدا بالنسبالي لا يا فاند كلنا كان واحد تحت مظالة وزارة التمويل وكلنا في خدمة المستكل ما احترامي من أول لو سمحت لوزير التمويل من أول وزير التمويل لغاية أقل واحد في الشركات كلنا لخدمة المستهلكية أنت لو سوف ساعدتك وزارة التمويل وهو واقف مع المتنكرات بعد العرض بتاع رئيس الوزراء واحد منهم الأب الروحي لهم كلهم فالحمد لله فيه تنافس وكل ده بين عكس على المستكل طيب لو أنا دخلت مثلا من النيل ألاقي خضر وفاكهة؟ طبعا عندي ضرر عمر خضر وفاكهة بسهول عبور وعندي مركز عبور في يعني طول الليل شغالة الصبح الساعة ستة تلاقي الخضر في المخازن عندي وتم عرض خضر وفاكه شركة الوحيدة الحمد لله اللي كانت تم تعرض خضر وفاكه في معرض أهل الرمضان في الأرض المعرض في مضيط النصر طب والخضر وفاكهة برضو سعرهم منافس؟ جدا يعني يعني مش عايز أقولك يدوبك من التاجر لأنه للنقل للمستهلك وطازة وصبحة وطازة وصبحة ومعبقة في تداخل أطباق سواء كان الخيار أو الكوسة أو الريجان أو الطماطم كله ده معبق عشان خطر هو يلاقي حاجة وكله على أجوى المستهلك طالما يتم تعبقته يبقى أجوى الأصناف حاجة حلوة جدا الله يعني لازم المستهلك يخش المجمع ما يخرجش من أول كيس الملح لغاية كان عندنا خردوات بيتم عرضها طب الخضر والفاكهة برضو أقل من السوق طبعا طبعا يعني زيه زي سوق الجملة أنا أستنى ما بجيبش من التجار الجملة أنا بجيب من سوق العبور نفسه من سوق العبور لا أنا بقى في سوق العبور في مزادات عندي مزاد في سوق العبور لأسماك الطازة بيتم تسوق تبع الشركة مساءات وصول الأسماك إحدى الشركات الرائدة بتسوير الأسماك طبع الشركة للقبض برضو ما بقف على حاجة اسمها بيسموته ما معناه يعني مزادات الصبح بيعملوها وقف بالمزاد واشتري وعمل بقى المر واحد و المر اثنين يعني ما هو ده ما لازم أجيب بالأسعار لازم خطة تقفيض الأسعار يجي من كده أوصل للمستهلك للمنتج على طول لغاية المستهلك لكن استنى سوق الجملة واخد منتج الجملة وووو هيكل ده نحكس على المستهلك طبعا هيزيد لا فيه تكلف لأ عندي إدارة العمل خضر الفاكهة عندي إدارة العمل للحوم فيها تسوير أسماك لها إدارة العبور بتشتري مباشر لجنة شراء مباشر تبع شركيتي لشركة مسال للتسوير أسماك طب بما أن حدك ذكرت الخردواتي أنا أخش ألاقي سلع غير غذائية كمان فيه غذائية عندنا منظفات عندنا جميع أنواع الورقيات العناية كلها معجون السنان كل الحاجات دي موجود ما ينفعش أخش أجيب حاجة من مستهلك من سوبر مايكر ما لقوهش بس المنظفات والحاجات دي ومش عادة فوق معجون السنان والكلام ده ما ده هيبقى برضو بسعر أقل أقل ما هنا نجيب هم من المصنع بجيب من المصنع بشرة وله يبقى حجمه معين في الاستلاك فلازم يكون فيه سعر خاص للشركة القبضة يعني فيه شركات وفيه تعاقدات يقول له كميات ضخمة كله على السبع شركات بغضوا سعر واحد كميات ضخمة ولازم عشر يخش بالعدي للقرابة ولازم صلاحيات وممتدى لازم فكل ده بين عكس المستهل طيب الاقبال بشكل عام والاقبال في رمضان يعني تعرف حضرتك فيه ناس تيجي تقولك يا عام هو في حد عاد بيروح الجمعية هو في حد عاد بيروح المجمعات فيه ناس تقعد تقول كده ده كانت طبيعا ما كانت السعر واحد لكن الصقة من مواطن فيما يتم شراءه من داخل المجمعات فيه امان فيه ركابة صحية فيه ركابة بيطرية فيه امان في الاسعار فيه معاملة للجمهور بطريقة مهزبة قلت لسه هسأل معاملة الجمهور كامل فيه طريقة للمعاملة الكلام ده كله داخل مش داخل محل واحد بيشتدي انت داخل تشتدي من فنوسي يعني داخل لا دا احنا كلهم موظفين كلنا وقفين لخدمة المستهلك طب دا كلام جميل زمان خلينا بقى يعني صريح ووقع زمان كان نخش هنتعامل معاملة مش قد كده زمان مش عايز اقول لزمان نرجع عالزمان كان فعلا ماضي يسيبه في حاله انا النهاردة اخش او المواطن يخش انا رجل لا استحق الدعم في عمري ما هدخل جوه غير ان انا اخش جوه اتفرج واقعد اجيب اسئلة فييجي هنا سؤالي انا المواطن العادي يقدر يخش هلاقي نفسه بتعامل معاملة حلوة ولا المعاملة اللي هي بتاعت زمان فوت علينا بكرة ما عندناش هو دا اللي موجود ان كان عاجبك اللي هو حاليا الحمد على قد فلوسكم لا لا حاليا الحمد لله كل الموجودين مؤهلات عليا عندهم طريقة مقلبقة في التعامل غير كده عندنا حاجة اسمها قطاع المتابعة والتفتيش من الداخل الشركة كشركة النيل هذا باضافة بيتم مروره من وزارة التواميل مطبور وزارة الشركة القبضة عندها القبض التفتيش يعني فيه يخش مستقلك يشوف طرابة البطاقة دي خدمة كم جديه خدمة معاملة الجمهور كل دي بتيجي يعني شوية نقاط حتى لو في بعض التجاوزات بيتمت ضرورها من خلال قطاع المتابعة والتفتيش والموظف اللي هيعمل حاجة معروف أنا روحت النهاردة جيبت توميني من المجمع الفلاني الموظف خدميني خمسة أجليزيات في الثانية الجهات الرقبية تتم توجيح للمجمع ويتم تحليل ودرسة صنف يعني أهمة بس أنا هادر الحمد لله لأن وصلنا كل اللي موجودين من أهلات عليا ناس درسوا يعني سنوكيات فالحمد لله وهم بيعاملوا الناس دي أكناها أهليهم فعشان كده فيه ثقة وفيه أمان بما تم بيعه داخل موظف لكي ده ما أهليهم فعلا نحن ما كلنا واحد صحيح وطن واحد يعني طب افترضنا أنه أنا كمواطن دخلت عشان أجيب حاجة محتاجة اتعاملت بشكل غير جيد عرأي حضرتك فلان عمل نفسه يعني مشو أخذ باله فعاوز أن أنا أغمزه بحاجة كلام من ده أشتيك إزاي؟ فيه جهات رقبية فندم وفيه عندنا خط ساخن وفيه عندنا يعني فيه رقم أتصل عليه أقول الشكوى بتاعتي موجود وموجود في المجمع الرقم موجود ودلوقتي ما فيهش المواطن اللي لا تبعرفش عققه في الثانية يوصل لرئيس القطاع أصدقني يا فندم والله يوصل لرئيس القطاع يوصل لرئيس الشركة شكوى الشخصية توصل لرئيس الشركة هو وقف يتمي التوجيه بقى إذا كان قطاع الأمن إذا كان قطاع متبع إذا كان تفتيش كل ده وبتحل المشاكل والناس بتحاول التحقيق يعني فيه بعض السلبيات موجودة مش كلهم ملائكة يعني فما يتم اللي يعمل كده لازم يتعرض لشؤول القرنية أهم حاجة عندنا مستحق ده أهم حاجة أهم حاجة المعاملة والسعر والسلعة والجود أنا أصلاً على ذكر عشان حتى ما ذكرت موضوع المكارونا بقى أنا قعدت شوية كنت فاكر سايلو دي مكارونا مستوردة لأنه الأبوة بتاعتها شكلها الشياكة أوي ده جهاز على أعلى مستوى وعمل توازن في السوق بالكتاع الخاص وبيوفر بكميات وكان تم فتتاح المعرض بقى وجبور دولة رئيس المصدع نكفي يا مدينة السلام ما شاء الله عليه آه طبعا وبيوفر لنا كميات كبيرة سطول نقل جامد وجودة على أعلى مستوى وكذا نوع بقى إذا كان مثلا فيه بس كويدات فيه مشروبات ساخنة نازلة في التوين زي نسقفية بتاتة جنيد الكيس حاجات كلها على أعلى مستوى لأ سانية واحدة حتى دي أنا جديدة بالنسبة لي احنا بننزل مشروب يعني التموين فيه نسقفية آآ آآ فيه مشروب تابع للقوضة المسلحة وفيه لوه جميل لوه طيمول هو المشرف على شركة سيلو ومعاه العميد محمد أسعد بسم الله ما شاء الله عليهم فيه ركابة في التفتيش واركابة عندهم وجودة عالية قوي ده بقى أنا أقول ودي حاجة لا 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 تفرح الناس اللي شغالة ما تحسش إنها مدني إنها آآ في الشرطة أو في الجيش تحس اللي هو مدني وفكر مدني وفكر التصويق على العالم فيها 2500 موظف مدني ده بها هذا بس الركابة والتفتيش كله بسم الله ما شاء الله آآ أصلاً من الجيل اللي يوعى على التموين إنه فيه شلساء شاي سايب ده آخرنا يعني آآ ده كان شلس في الزمان اسمه شاي سيلين آآ كتب أطلع عبوة ورق قد كده آآ يعني حاجة حجمة عائلة يعني وقبل موظفه كان شاي حلو وكان زمان يقولك مفيش أحلى من شاي التموين ومن زمان يعني من زمان الدولة شاي للدعم دوت في التموين من أول من من يعني من زيات من حناتولد وأعرف إنه فيه تموين كان زمان في عبدالينا حاجة اسمها كبولة الجاز بنجيبها على التموين لا الله آآ كان فيه كبون جاز كنا ناخد كبون نجيب منه كبولة زي طبع البريد ما عاش عريده يعني أنت أكبر بقى ما آمن هو لا العفو خالص لا ما وعاش عليه لا والله خالص لكن دمان يطلعوا حاجة اسمها كبولة كده زي البريد زي طبع البسطة آآ أروح أدير البقال التمويني اللي هو عندي دلوقتي جمعيتي آآ وأجيب بيه جاهز زمان بقى يما كان فيه حاجات ديه لأ أنا وعى على بقال التموين يعني إحنا هنخدم بس أنا فعلا أحاولك تدعي الذكريات عندي كده أو على بقال التمويني كان يجيها عربية كبيرة مليانة براميل حديد ضخمة كده دي اللي فيها الزيت وبعدين يقعد الرجل يبقى عنده مهمة طول الليل إنه يفرغ من البراميل بقمع كده غريب حبيتين دمين علشان يملأ الأزايز اللي كانت بتبقى بلاستيك غشيم كده بلاستيك ما تشوفش جوا مش شفاف إحنا ده اللي عملنا دلوقتي سابح شركات على أعلى خمس شركات على أعلى مستوى فيه تنافس في السلعة تنافس في السلعة الاسم التجاري التابع لوزارة التموين عشان نوفر المنتج ده معبق نقي ده فيه ركابة صحية عليه وبسعر يقل منبرم كتير فالدولة تتحمل كلنا فين وبقينا فين الحمد لله والله الخير وفيه وفي ماتي اليوم الدي الحمد لله الخير موجود والأرصدة موجودة ومطمئنة بس هو بس نتطمن ونستقر ناخد حاجات حتى إن شاء الله إسبوع بس بلا الشهر وشهري إحنا أهلا رمضان مستمر معنا لحد إمتى آخر حاجة بقى اللي بعد رمضان إن شاء الله لا طول شهر رمضان طول شهر رمضان لحد يوم تلتين رمضان بإذن رمضان أنا ما يتم ضخف المجمعات حتى لو المعارضة الخارجية صدر القرار بس أنا بإلغاءها لا المعارضة اللي عندي داخل ميت مجمع عندي أهل الرمضان مشروع جمعيتي عندي أهل الرمضان المتنقلات أهل الرمضان لغاية ما بعد انتهاء من شهر رمضان ومبارك إن شاء الله على عظم على عظم على عظم على محمد بإلغارتنا وشرفتنا وطمنتنا ودي حاجة مهمة خاصة ربنا يخلي كل شوك الأساس محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة منيل المجمعات الاستهلاكية اتطمن 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 وما تروحش تشتري عمال على بطال اشتري عم شغل حاجة الأسبوع وروح ولما تحتاج هتنزل تجيب تاني هتلاقي الحاجة موجودة وما فيش ولا سعر هيزيد خلال شهر رمضان المبارك ده مما لا شك فيه وأستاذ محمد قالينا وكمان بعد رمضان لا تقلق خلصت الحلقة الحمد كده لو كان لنا العمر لا استنى ده كريم رمزي داخل وبرنامجو رقم 10 ده أولا أما احنا لو كان لنا العمر انقابلكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة